ليش نضا الأحمدية اليوم بدت ما بيقولوا تحمل سلهم بالعرض ليش؟ مش حاملنا السلهم بالعرض إنه هني كل ما بيرك يركضوا شوي يركض وضعوا شوي بيعملوا مشكل معي لتنجيب سيرتون هني بيعملوا مشكل معك؟ إنت عم بشوف قدام عيونك يعني طقاقة مثلا بعدوا المشكل مع الفناني أحلام؟ على العل التجاجة أنت قلت الفناني أحلام؟ ما بعرف إيه؟ تقدمنا بدعاوة بالجملة والانفرق ضدنا بس وكأنه عرفت إنه في مسعى للصلح؟ ما ما خبروا لا بهمني ولا ولا سمعت ولا سمعتك حتى حتى ها الفناني أحلام خلاف معينك؟ وصل على تويتر أنا ما أنا 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 كتير مهزة بي أنت بتعرف أدى مقدبي و المرأة ما بعرف يا خي المرأة يعني يارب سمحنا يارب سمحني وما كنا عم بسلمها المرأة بهشي مرأة مش طبيعية المرأة شتامة بتسب الدين بتسب المذاهب بتسب عيلي كاملة بتلزق سورة على سورة وبتتهم بالكرامات أنا مضطرة دافة عن زملائي اتصلوا فيه وطلبوا مني أني أقف معهم زملائي صحفيين يعني؟ طبعا طبعا مسحوا بزميلة رولا نصر رفع الدعوة عليها طبعا عيب اللي عم بيصير يعني صرنا نحاس أنه في دولة عم تدعمها إذا دولة عم تدعمها أنا بقف بوجه الدولة أنا ندالي الأحمدية بدي يوقف بوجه الدولة اللي دعمتها وقالله كبير وقالله غالب وعمره ما تكون هالحياة إذا كانت بلا كرامي وبلا موقف واللي بيعتدي عليك عبقلك متل ما بحكي مع ابني شلو عيونه شلو إياهن قطشن اللي بيعتدع كرامتك بيعتدع لك إلا الكرامي ما خلت شي بكرامتنا هلا بفكرك وقلبت هلا بيقوله ندالي أحمدية عم تدعي الناس للعنف إذا كان العنف كرمالي الكرامي فلتكوا سليا كون ترجمة نانسي قنقر